ما تيجي نشوف من خلال بحث كده سريع عن اختصاصات مدير الرياضي حول العالم باعتباره حتى يسمى منصباً أوروبياً يعني هو بدايته في أوروبا المنصب ده وعادة المدير الرياضي ده بيبقى جاي ملحق باختيار المدير الفني لكن مش شرط انه يحصل يعني فيه دايماً تلاقي كده فيه كابل ماشي مع بعض المدير الفني ده بيروح وفي نفس الوقت النادي بيتعقد مع المدير الرياضي اللي كان شغال مع المدير الفني أو يجيب المدير الرياضي وده تسلسل الأكثر تدرجاً منطقية يعني هو اللي بيموجود وهو اللي بيجي يجيب المدير الفني اللي ممكن يكون يشتغل معه قبل كده ويبدأ بعد كده يعمل الهيكل الهيكل أساساً في الأهلي موجود وضيف عليه المدير الرياضي يبدأ مهمة جديدة باختصاصات يستخلصها من سابقه فتعالوا نشوف بشكل عام المنصب ده بيبقى اختصاصاته إيه؟ بلس يعني زائد اللي قاله الكابتن عدل عبد الرحمن لأنه تحديداً بيضم جزءاً كبيراً من ما قاعدنا يلا بينا نشوف المنصب ده منصب المدير الرياضي بيتواجد فيه التسلسل الهرمي للأندية بالمنتصف بين المدير الفني ومجلس الإدارة أو ملاك النادي ملاك النادي دي يعني انت عارف في أندية مملوكة لأشخاص أو لشركات يكون مسؤولاً عن تقديم رؤية واضحة لجميع الأقسام دي اللي بنقصين اسمها الاستراتيجية يكون لديه القدرة على إدارة الفريق إدارة الفريق مش فنياً يعني مش هو اللي هيعمل ما يقوم بي كولر بل بالعكس هو لا يتدخل في إدارة المباريات على الإطلاق لكنه بيتدخل في التنسيق حول إدارة الفريق وإدارة الفريق دي بقى مليانة قصص نكمل بقى الاختصاصات بيكون لديه نطاق جيد من المعرفة للقيام بهذا الدور حيث يحتاج إلى معرفة الجانب الفني استخدام البيانات الضخمة واللوائح والقوانين كل ده بيكون من ضمن اختصاصاته استخدام الأمور المالية في أثناء إدارة الميزانيات والمرتبات يعني إيه؟ يعني هقولك مثلاً يجيله إدارة النادي الأهلي برئاسة الكافة المحمود الخطيب يقولوله دي ميزانيتنا السنة دي اشتغل فيبدأ هو بقى يبدأ ينصق يشوف مين اللعيبة اللي طلع إعارة مين اللعيبة اللي هتتباع مين يحتاجين في المراكز مين أو أي مراكز محتاجينها مين اللي محتاجينه في المراكز دي أسعاره إيه؟ فبيكون عنده بالتالي بالنظر لكل الاختصاصات دي كل حاجة لازم يعني بيكون عنده يعني بص بقى استمات الشخصية دراية بعلم النفس ليتمكن من إدارة العلاقات بين الفريق والموظفين والمسؤولين طيب استمات بتاعته كمان مات وايد ده رئيس استراتيجية الرياضية في نادي فاينورد كان قال أن يجب على أي شخص في منصب المدير الرياضي أن يفهم نقاط ضعفه وأن يكون سعيدا بتولي المسؤوليات الجديدة لأنه داخل على مش زحمة داخل على مسؤوليات كبيرة فكونها كبيرة كن سعيدا وإنت داخل تشتغلها عشان تأدي فيها يعني الخطأ اللي بترتكبه الأندية هو محاولة العصور على مديرين الرياضيين يمكنهم فعل كل شيء أو أنها تقوم بتعيين أشخاص يتمتعون بنقاط قوة متخصصة في مجال بعينه ولا تساعدهم بعد ذلك على اكتساب مهارات تكميلية ليه؟ لأن أنت في المنصب ده محتاج من كل بستان ظهرة تعرف تتعامل تعرف يبقى عندك رؤية فنية تعرف تبقى فيه كوميونيكيشن حلو تعرف تتعامل نفسيا مع اختلاف النفسيات أو الشخصيات اللي موجودة قدامك ومع الميزانيات والمرتبات وغيرها يعني مش لازم تبقى كامل في كل حاجة بس مو من يكون عندك الإمكانيات بتاعت ده بيقول برضو أن أصعب جزء في دور المدير الرياضي هو أن ينتظر منه الجميع أن يقوم بكل الأدوار لكافة الأشخاص الناس مستنية منك تعمل ده صحيح أنه قائد مهمة متعددة الأوجه تغطي كل شيء بدءا من الرجال الذين يقومون بترميز نماذج البيانات اللي هو يعني ابدأ من أقل حاجة إلى الجانب الطبي والأداء والعمليات والتدريب والتعاقد مع اللاعبين الجدد وتطويرهم بيقول أن من المتوقع أن يكون عند المدير الرياضي مستوى من الكفاءة في كل هذه الأشياء وتطوير من من هم حوله ولكن الجزء الأصعب هو هذا التوقع غير الواقعي بأن تقوم بكل هذه الأدوار الجميع وده السبب وراء أنك كمدير رياضي بيبقى من اختصاصاتك أنك تعمل هيكل من المتخصصين حتى وإن كانوا أشطر منك في حتة ما لكن أنت عارف تديرهم طيب بصوا هاته تصريحين دولت متناقضين سيمون ويلسون ده المدير الرياضي بتاع نادي ستوكبورت كاونتي الإنجليزي بيقول أرى أن دوري يشبه قائد الأركسترا إلى حد ما طبعا ده بيشرح لك يعني اللي هو ماسيكل بيحرك بأيديه والناس ماشية بيعمل كده الناس بتعلى بيعمل كده الناس بتنزل فبيقود فريقا كاملا من العازفين لو كان أركسترا لكن من المسؤولين الرياضيين لو كان مديرا رياضيا بيقول فيكتور أورتا ده المدير الرياضي لنادي أشبيلية بيقول أنه بعد أن عمل في مدلس برا وليزي نعيته هو كان اشتغل في الناديين دول قال أشعر وكأنني لا أهمية لي ليه؟ لأننا بأتهم من الملاك من الجمهور من اللعيبة وقت الخسارة فكأنني أنا مليش لازمة يعني على فكرة دي في أوروبا المنصب ده حساسيته تحديدا هنا يعني أكيد أنت سمعت عن منشستر يونايتد الناس زي ماسكا المدير الرياضي بقى لهم كل ما بيجي يعني بيهجموه جدا مع أي خسارة مثلا ليه بقى؟ لأنه مالك النادي بيجي للمدير الرياضي تحديدا بيقولوا إحنا ما يكسبش ليه؟ والمدرب بيجي يقولوا إحنا بنلعبش كويس ليه؟ وأكيد اللاعبين يجيوا يقولوله أنا اللاعب بتاعي ما بيلعبش ليه؟ أنت فاهم؟ ده المدير الرياضي فهم أول واحد بيجولوا علشان يتكلموا معاه في الحاجات دي كلها بين كل الاتجاهات فمحتاج له سمات شخصية وقدرة على التواصل بشكل عام وستراتيجية فكرة كمان تعالوا نشوف كمان أبرز المديرين الرياضيين حول العالم وليه بيعتبرون من الأبرز حول العالم؟ لأنه أكيد لو بصت على نتائج الفريق في عهدهم لو بصت على التتويجات على اللعيبة اللي ضمهم على ميزانيات الفريق إزاي كانت نجحة في وجودهم؟ ده سبب أنه بيتسمى مدير الرياضي ناجح يلا بينا نشوف أبرز المديرين الرياضيين البرتغالي لويس كامبوس مع موناكو وليل ضم خامس رودريجز طبعا دلاتي هو في باريس سان جرما برناردو وسيلفا فابينيو صعد مبابي وابنه مبابي ده ابنه في ليل ضم لياو وقسيمين اللي كلهم لاحقا يعني عملوا كل شيء وهم أصلا موناكو وليل دول نفسه باريس سان جرما في فرنسا في وجود دول اللي هو كان مسؤول عن وجودهم الاسباني مونشي مع شبيلية ضم داني ألفش وسيدو كيتا وراكي تيتش وصع عدراموس كل إنجازات أوروبا عموما دليل بتاعت الدور الأوروبي اللي خدوها كانت في وجود مونشي مايكل إدواردز مع ليبر بول ضم كلوب طبعا ده مشهور عندنا قوي احنا في مصر بسبب صلاح هو لضم كلوب وهو لضم صلاح وهو لضم ماني وهو لضم فرمينو السلاثي الناري وهو لضم أليسون كمان دولت من أبرز المديرين الرياضيين لكن طبعا النجم الكبير كان مالديني لما مسك منصب المدير الرياضي في ميلان دي كانت بمثابة فرحة كبيرة قوي عند جمهور ميلان لأنه جايبين واحد كده شيك أسطورة وبيفهم كمان وساعتها برضه عمل صفقات وشيدة بيها في عهده لما تولى المسؤولية قبل ما يمشي قافش جدا على الإدارة من سنتين خبر واحد عن الأهلي قبل الفاصل وهو محمد هاني محمد هاني كان الأهلي أعلن إن بارح أن إصابته عبارة عن جزع فيه الرباط الصليبي الخلفي للركبة وأنه بيحتاج إلى برنامج تأهيلي سوف يبدأ في تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة أول ما تسمع الخبر ده مبدئيا كده حط شهر هل دي الأقصى؟ لا ده شهر وبعد كده نشوف كيف استجابة للفترة التأهيل بلا جراحة مفيش جراحة لكن كيف استجابة للشهر ده ممكن بعد الشهر ده تلاقي أسبوعين ورجع التدريبات أسبوعين تانيين يعني شهر إضافي ورجع التدريبات المدة الأقصى في حالة الاستجابة مش البطيقة لكن في حالة إن الاستجابة ماشية وحدة وحدة هي ثلاثة أشهر وبالتالي مش أكيد إصابة محمد هاني عبارة عن ثلاث شهور لكنها بتبدأ من شهر وتنتهي عند الثلاث شهور يمتلكم سوف تحتاجه